اهلا بكم يا رب تكونوا بخير معاكم سارة والنهاردة هنبدأ في درس جديد الدرس ده مفيد جدا سواء كنت مبتدئ او متقدم الموضوع هيفيدك لان طبيعي كلنا بيقابلنا الموقف ده اللي هو ايه الدرس يعني ازاي تعبر عن نفسك بس مش تعبر نفسك من بره بس كده لأ ده احنا دخلين معاك في حياتك كلها هتعبر عن علتك عن يومك عن نفسك سواني سواني قبل بس ما ابدأ اشرح الدرس وقبل ما ابدأ اقول لكم ازاي حنبدأ في السلسلة دي معنا حاب اقول لكم حاجة لا لا حاجتين اول حاجة ان انتم حشتوني جدا جدا تاني حاجة ان احنا طبعا حابين ان تتنورونا وتشتركوا في القناة الخاصة بتاعتنا التانية اللي هي اسمها ايه طيب القناة دي برضو هتفيدك جدا لان عليها كتير جدا هتقدر تعمل هتقدر تزود معلوماتك او تسبت معلوماتك يعني بقى شوف انت حابب تعمل ايه المهم يعني هي هتفيدك فحابين انت تنورونا هناك زي ما انتم منورين هنا بالزبط يلا بينا ندخل بقى الدرس واقول لكم حيفيدك ازاي طبعا انت شخص طبيعي بتقابل في حياتك طبعا الناس طبعا ساعات بيكون غريب او شخص بتتعمك معاه في العلاقات طب لو غريب طبعا بنقوله حاجات اساسية عننا زي السن الاسم الشغلانة العنوان الحاجات ايه الطفيفة بتاعتنا طيب لو انا بقى عايز طبعا في الحالة دي احنا احنا معاك وحنقولك ازاي تتكلم عنه طيب انا خلاص عرفته وقلت له الحاجات الاساسية بتاعتي دي طب انا لو اتعمقت معاه وحتكلم بقى عن حياتي ويومي وكده احنا معاك برضو مش هنسيبك لان الموقف المحرك ده احنا هدفنا ان احنا نشيلك منه وما تحسش بيحرك خالص وده هدفنا في القناة انه خليك تحب الانجلش والموضوع يكون سلس وبسيط بالنسبالك ويلا بينا نبدأ على طول وعايز الحماس اللي كان دايما معايا يكون معايا وموجود واكتر كمان عشان الدرس ده مهم جدا فيلا بينا نبدأ وقبل نبدأ لو انتوا حابيني وحابين تعرفوا جمال يومية وتتعلموا اكتر تبعوني على الاكاونت الانستجرام والفيسبوك يلا بينا بسجر الصعر ونبدأ درسنا دلوقتي بان احنا نعرف نفسنا هنعرف نفسنا ازاي ولازم طبعا قبل ما نعرف نفسنا نكوننا عارفين الكلمة دي بالانجلش يعني ايه عارف بنفسك يعني introduce yourself بس اخلي بالك ده النط البريتش بتاعها اللي هو النط البريطوني introduce yourself طب اقولك النط الامريكان واقولك ليه بعرفك الاثنين بالامريكان introduce yourself introduce yourself طيب يا طرى دي عرفتك الاثنين اولا عشان الاسهل لك في النطق تعرف تنطقه وعشان لو حد قالك الطريقة من الطرقتين تكون عارف ان هي عرف بنفسك نبدأ بقى نعرف نفسنا اول حاجة عندنا ننطق مع بعض بقى جندر جندر يعني ايه النوع اذا كان اه ذكر او انسة وعندنا الفول نيم فول نيم اللي هو الاسم الكامل وعندنا الناشونالتي الناشونالتي اللي هو الجنسية تمام جنسيتك ايه عندنا ايج ايج يعني عمرك كام عندنا جاب جاب يعني الشغل بتاعك ايه وعندنا اخر حاجة معنا وعايزاكوا بقى تركيزوا معايا في الكلمة دي شوية لان هي عايزة ايه تركيز شوية لان هي سعيد بتلغبط ببساطة هي لها نطقين وبقولك النطقين عشان تختار الاسهل ليك اول نطق اللي هو بالبريتش اللي هو البريطاني بنقولها ايه تمام طب بالامريكان طيب انا عارفة ان هي ممكن الامريكان صعبة شوية هحاول سهلها عليكم الت بتتحول لشبه دي اوكي فحنقول ميرضل استعداس ميرضل استعداس اوكي اللي اسهل لك انت تنطقه بس المهم تكون عارفة الاتنين عشان لو حد سألك ما تتلغبطش اوكي او تحس ان هي كلمة جديدة مع انك المفروض عارفها اتفقنا يبقى بالبريتش هنقول ميرضل استعداس اوكي تحسنا مقصورة بالامريكان مفتوحة شوية ميرضل استعداس اوكي طيب دي نبدأ بقى في الجندر نبدأ ايه في الجندر الجندر يعني اه لما بيبقى السؤال عن الجندر بتقولي اما زكر او انسة وطبعا دي بتبقى موجودة في لان هو مش بيكون شايفك فساعتها بيكون عايز الاجابة اه الشخص اللي هو بيكتب ده اه زكر او انسة لان هو كده كده مش شايفه اوكي فبسا السؤال كالمعتاد بيقول وات از يور جندر ويكون بسرعة بترد تقول ده للرجالة يعني انا زكر والتانية اه لو كانت انسة للبنات والجميل في هي بس اه مزدود الحرفين قبل تمام يبقى اتفقنا ده الجندر بكل بساطة وازن هو سهل جدا نيجي بقى للجزء التاني بتاعنا والهو الفول نيم فول نيم يعني الاسم الكامل طبيعي والمعتاد ان انت كان دايما بيسألك what's your name what's your name اللي هو what is your name بسرعة what's your name بنرد بطريقتين my name is ونقول الاسم او I am ونقول الاسم فfor example مثلا my name is احمد محمد علي او ممكن اقول I am احمد محمد علي تمام طيب نيجي نعرف اه فين بقى الاسم الاول والوسط والاخير طيب بكل بساطة ان هو اسمك انت بيكون ده اسمه first name first name طيب عشان برضو اساعدك واديني وتتلقبطش معاك لما تيجي تنطقها بسرعة وعشان تكون زي الامريكان بقى تشيل حرف تي خالص تقول ايه first name first يعقدر ان التي دي مش موجودة خالص first name وحتى عشان لما تيجي تتكلم تكون اه بتتكلم بشكل لابك جدا او حتى اللي حيقولها لك بسرعة هيقولك كده first name اوكي طيب الميدل نيم اللي هو الاسم الاوسط بتاعك middle name اللي هو مسا احنا قلنا ايه اسمنا الاول first name ايه احمد طيب الميدل نيم محمد عندنا last name واتفقنا ان احنا عايزين انتقاب بسرعة نقول ايه last name ده بيكون علي اتفقنا طيب نسأل عنه ازاي برضو بكل بساطة زي اللي فوق مش احنا قلنا السؤال اللي فوق what is your name حنقبل نيم حنحط بقى ايه الكل كلمة هنا مسلا اقول what is your first name what is your first name what is your middle name what is your last name فمسلا نجاوب على واحدة مسلا what is your last name وهيكون مسلا علي اتفقنا ودايما اه على فكرة بيسأله على last name عشان اه اكتر الاسماء طبعا ده يعتبر زي العيلة كده ففي بعض الناس ما بتعرفش تكتبها او عايز تتاكد من اه ان هي حرفها فيقولك ايه can you spell your first name or last name على حسب بقى فانت ساعتها بتقوله مثلا a-l-i a-l-i sorry a-l-i اوكي اه ده علي يعني وطبعا الاسماء بتبقى صعبة شوية عشان العيلة بتبقى انت عارف يعني كل عيلة بيبقى اسماء مختلف شوية مش معروفة زي الفيرس نيم احمد محمد علي خالد يعني اوكي طيب ده كان بالنسبة للجندر والفول نيم نيجي بقى على الجزء التالي بتاعنا ونبدأ مع بعض بقى بالناشنالتي لهي الجنسية ممكن تسمحها ناشنالتي قبل ما نبدأ السؤال عن ناشنالتي حنبدأ انت منين عايز اقول هو انت منين لو قابلت شخصه عايز تقول انت منين دي معناها انت منين بنرد سهلي جدا وبقول البلد بتاعتي مثلا زي مثلا انت مثلا لو من العراق طيب عايز اقول انا مصري او انا عراقي فبقول الاول السؤال انت جنسيتك ايه what's your ناشنالتي فبقول مثلا ايه ايجيبشن او ايه اراقي اتفقنا اه سهلة جدا بنقول ايه ام وبعدين بقول انا بقى البلد انت منها اتفقنا ده كان بالنسبة للناشنالتي اه ننتقل بقى على الجزء اللي بعديه اللي هو الايج الايج اللي هو العمر وبرضو بسيط جدا سؤاله كلنا تعريبنا كنا عارفينه how old are you how old are you how old are you اوكي وبقول برضو i am وبقول السن بتاعي تمام بنقول i am مثلا like me 24 24 اتفقنا وطبعا بالنسبة لكلمة years old او بتيجي بس الاسهل والاجمل يعني والثالث بنقول على طول i am وبقول سني ومش لازم كلمة years old اللي احنا كنا متعودين عليها واحنا صغيرين اتفقنا بس عموما الاتنين معاك واللي حبيب تقولهم قلهم فمسلا i am 24 years old or i am 24 اوكي ده كان بالنسبة ل الاج ننتقل على الجاب اتفقنا اسمها جاب مش جب تنسوها بقى جاب وده دايما اللي حتسمعوا والسؤال بتاعها what do you do what do you do what do you do يعني انت بتشتغل ايه او انت عموما ايه في حياتك انت ايه طالب ولا دكتور ولا ما بالشغال ولا تمام من حيس الحالة اللي انت بتشتغل فيه العمل يعني اوكي فمسلا لو انا اقول ان انا بس بعمل ك حاجة فباقول ونقول المهنة بتاعتنا مثلا تمام اتفقنا يعني وخلي بالك من كلمة زمن كنا بقول لا هي work work اتفقنا i work as a doctor اتفقنا طيب عايد اقول انا طالب فبقول i am a student a student اوكي i'm a student عايد اقول انا عاطل بقى مش شغال لسه طبعا ما في الشغل فبقول i am jobless 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 اوكي هي اسمها job العمل فهي هنضفلها less jobless كده معناها أنا عاطل عن العمل ونيجي بقى لآخر جزء وهم جزء معنا في الدرس بتاعنا اللي هو إيه بنسأل على الماريطال ستاديس اللي هي الحالة الاجتماعية زي ما احنا قلنا دي كان نطقها أمريكان طب حد يقولي بالبرتش كده ياس ماريطال ستاديس ماريطال ستاديس طيب نيجي نسأل عنها زي سؤال سهل جدا زي كانت الأسئلة اللي فوق طيب عايزة أقول بقى أنا أعذب هقولها زي سهلة وأكيد كلنا معظمنا عارفينها يعني أنا أعذب عايزة أقول أنا خاطب أو أنا مخطوبة أنا مخطوبة أنا متجاوز أو متزوجة أنا مطلق أو مطلقة دي تنطق حرف تي عشان متلغبطوش أنا أرملة ده كان بالنسبة للحالة الاجتماعية وطبعا أكيد كان بتقابلكو كثير جدا وبتشوفوها كثير جدا فأظن جاء دلوقتي دلوقتي خلاص أن أنتوا هتعرفوا تجاوبوا لو سواء تسألتوا أو أنتوا عايزين تسألوا حد أشوفكم في الدرس الجاي وحنكمل برضو في الجزء التاني إن شاء الله مع بعض أتمنى الموضوع كان مفيد جدا وطبعا أرجوك في محل وأتمنى المشاهدة موسيقى موسيقى